السلام عليكم ورحمة الله اليوم نتكلم عن المنتوجات التي تظهر في فصل الخريف أن يستفيد منها الناس الناس يستهلكون بطاطس وطماطم وبصل طول السنة هناك منتوجات أقوى من هذه الأشياء أن يحترم الناس موسمية الخضر والفواكه وأن يستهلكوا الأشياء الطازجة من خشاش الأرض وثمار الغابة مثل تيزغا والنبق وغز الدوم ورجلة هذه الأشياء الطازجة تحمي من كثير من الأمراض لما تستهلك الأشياء الطازجة فهي غنية بالكثيون وبالمضادات للأكسادة وبالأنزيم ومكونات أخرى تغذي البكتيريا الصديقة الثوم يستهلك في فصل الخريف وهو يجنى في فصل الصيف وهو له قيمة كبيرة وينفع الناس في فصل الخريف الثوم لا يخزن وهو يتأكسد أن يجففه الناس ويطحن على شكل مسحوق أن يعلم الناس موسمية الأشياء لما تستهلك في وقتها تكون طرية وقوية الثوم يستهلكه أصحاب سرطان ولأمراض المناعية الذاتية وارتفاعت تغضل قلب الشرايين وكذلك السكري أن يستهلك الثوم جيد كذلك البصل يستهلك الآن يجنى في فصل الصيف فصل الخريف هو نهاية استهلك البصل سيكون بصل أخضر في أكتوبر لأنه كانت رؤوس البصل تغرس في الأرض وتعطي أوراق خضراء وكان الناس يستهلكون بصل على شكل أوراق وليس على شكل رؤوس هذه الأوراق هي القوية في التغذية أن يهيئ الناس منها شربة وتستهلك كذلك تازجة وتستهلك مطهية مع حريرة مع شربة مع حساء فول مع حساء شاعير وممكن أن يزرع الناس البصل في المنزل أن يأخذ إناء من البلاستيك إناء كبير ويوضع فيه تراب وساماد عضوي إذا كان وتوضع ثلاث إلى أربع رؤوس من البصل ستخرج أوراق أن يستهلك هالناس البصل أقوى النباتات اللي يستهلك الناس البطاطس في فصل الخريف فصل الخريف ليس فصل استهلاق البطاطس والبادنجانيات فهي تحديد غازات وانتفاخات وأشياء خطيرة على القولون لأن مادة الصولانين مرتفعة جدا في البطاطس في أوروبا يقومون بتشعيع البطاطس لكي لا تتبرعم وهو أخطر تقنية لتحفظ الخضر أن ينتبه الناس كذلك البصل يشعع لكي لا يخرج أوراق حتى بعد البلدان أصبحت أو بدأت بتشعيع الخضر الخضر الموجودة الآن هي البطاطة الحلوة والقلقاس البطاطة القصبية والسفرجل هذه ثلاث خضر كافية أن تستهلك بقوة ويوميا وبكثرة إذا استهلك الطازجة يكون أحسن أن يستهلك السفرجل كالتفاح فما ذاقه حامض وهذه هي قوته لأن هذه المكونات هي التي تضمد جميع الالتهابات وجميع الألم في الجهاز الهضمي المعيدة والأمعاء على حد سوى أن يستفيد أصحاب السرطانات وجميع الأمراض من هذه الخضر أصحاب السرطان يستهلكوا خبز أبيض وبطاطس مقلية في الزيت ويشربون مشروبات غازية وبسكويتات وشوكولاتة ويأكلون لحوم وسكر ثم يريدون أن يعالجون السرطان لا يمكن لا علاج للسرطان مع هذه الأشياء ومع استهلاك زيوت المائدة أن ينتبه الناس أن يقطع الناس الأسباب التي أدت إلى السرطان من نقانق وأجبان ومأكولات مصبرة وذقيق أبيض أصحاب السرطان أن يشربوا عاصر الخضر الطازجة أن يكون عاصر مكون من بطاطا الحلوة أن يضيفوا معها بصل مع ثوم مع سفرجل وبطاطا قصبية هذه التلال الخضر أن تكون على شكل عاصر تضحن مع ماء معديني يضاف إليها ثوابل كوركم زنجبيل وقرفة شيء من القرفة وسعت المطحون كذلك حب برشاد وحلبة أن يستهلك الناس كوب أو كوبين ثلاث أو أربع مرات في اليوم فجيد هذه الأشياء ستنفع المصابين بالسرطان وأمراض القلب الشرائد والسكاري هذه الخضر لا تؤدي أصحاب السكاري وستنفع أصحاب الأمراض المناعية الذاتية لكن ألا يستعجل الناس العلاج العلاجات الطبيعية يلزمها وقت شهر أو شهرين أما الأعراض الطفيفة فتزول في الحال مثل ألم المعيدة وألم الأمعاء والإمساك وارتفاع السكاري وارتفاع الضغط كذلك عدم الهضم وسوء الامتصاص هذه الأشياء مع هذه الطريقة ومع السهلة كهذا العاصر بعد أسبوع ستختفي لكن الأمراض التقيلة مثل السرطانات والأمراض المناعية الذاتية تتطلب وقت أن يصبر الناس شهر وشهرين وثلاثة وستة أشهر إذا أحس الناس بتحسن فليكمل الطريق كذلك السهلة كالرمان جيد مع هذه الأشياء أو يضاف لهذا العاصر أن يضيف الناس الرمان لهذا العاصر عاصر البطاطا الحلوة والقلقاص والصفرجل أن يضاف له الرمان بشحمه فهذه الأشياء توقف السرطان وتقوي المناعة للذين يخذعون للعلاج الكيماوي إذا كان الناس لا يقدرون على العلاج الكيماوي فمن الأحسن أن يتوقفوا هناك من لا يقدر على العلاج الكيماوي لأن علاج الكيماوي تطلب مناعة مرتفعة أن يكون الشخص قوي وعنده وزن جيد وامتصاص جيد والبكتيريا الصديقة قوية وليس عنده نقص في فيتامين D ولا في الحديد ولا في الزنك هذا يعمل كيميو تيرابي وأن تبقى مناعته مرتفعة ويأخذ مكملات ونظام طبيعي بطبخ المنزل فالذين لا يقدرون من الأحسن ألا يأخذوا جراعات الكيمو تيرابي إذا كانت مناعتهم مرتفعة فمن الأحسن ألا يخذعوا للعلاج الكيماوي قبل أن تكون لديهم مناعة قوية الأطباء لا ينصحون المارين بهذه الأشياء التي تقوي المناعة لأنهم لا علم لهم بها فلماذا تكلمنا عن هذا العاصر؟ لأن البكتيريا تتخرب في فصل الصيف الأمراض تظهر في فصل الخريف بقوة لأن الناس يستهلكون أشياء تخرب صحتهم في فصل الصيف مع الأعراس والسفر تخرب المعيدة والقرون والبكتيريا الصديقة وهذه الأشياء من كثرة تناول المعلبات والمصبارات والمقليات والحلويات واللحوم هذه الخوضاء الخريفية ترمم وتحيي البكتيريا الصديقة البطاطا الحلوة والسفرجل والبطاطا القصبية لأن فيها سكر الإليني وهو يصنف من الألياف الذائبة وهو الذي يغدي البكتيريا الصديقة البريبايوتيك هو الذي يغدي البروبايوتيك وهذه الأشياء هي التي تنقص في النظام الحديث النظام الحديث ليس فيه البريبايوتيك فيه مقليات وحلويات وسكريات ولحوم وهذه الأشياء تخرب هذه البكتيريا البكتيريا تتغذى على الألياف هذه الأشياء ترمم البكتيريا ويبدأ الامتصاص ولا يكون نقص في الحديد ولا في المغنيزيوم ولا في الكالسيوم ولا في أي شيء من هذه الأملاح وهذه الخضر ثلاثة السفرجل والقلقاس والبطاطا الحلوة غنية جدا بالأملاح المعدينية وبالفيطامينات وتحتوي على حمد الفوليك كذلك كما قلنا أن يضاف الرمان مع هذا العاصر ويستهلك طازج هذا العاصر من أقوى الأشياء التي ترمم هذه الخدشات التي تحدث التي تحدثها الجذور الحرة داخل الجسم وهو أحسن شيء للمصابين بالسرطان والمصابين بالأمراض المناعية الذاتية جميعها وكذلك السكار وارتفاع الضغط وأمراض القلب والشرايين لأن هذا العاصر يكنس الشرايين هذا العاصر يستهلك كذلك مع نشويات شاعير وبقوليات أعدس حمص فول كذلك يستهلك مع فوقي جافة لوز وجوز وثمر كذلك ستظهر البقول الخضراء في شهر نظمبر وهذه البقول الخضراء تقوي المناعة أن ينتبه الناس لها وأن يستهلكها كذلك تين الشوكي يبقى موجود الآن في بعض المناطق مثل أيتب عمران يبقى إلى شهر تسعة وشهر عشرة تين الشوكي في المناطق الأخرى يكون في شهر ستة وشهر سبعة كذلك أن يستهلك الناس حساء الشاعير أن يكون حساء شاعير بزيد الزيتون يضاف لها الحلبة وسعتر مطحون وحبة سوداء وكركم وزنجابيل وخلنجا فهذه الأشياء قوية في العلاجات وهي أحسن من بعض المكملات التي بدأ الناس يستهلكونها كذلك أن يستهلك الناس حساء فول بزيد الزيتون مع حلبة وزنجابيل وشيء من القرفة جيد أن يهيي الناس هذه الأشياء فهي جيدة وقوية في العلاجات لجميع الأمراض أن يستهلك الناس خضر وفواكه الخريف فهي قوية الرمان أقوى من الموز أن يستهلك الناس الرمان فهو أقوى من الموز تينشوكي كذلك أقوى من الموز وقلقاص فيه مادة الإلينين كما قلنا وفيه مضادات للأكسادة وفيه الفيطامين باء خمسة والفيطامين باء ستة وحمض الفوليك ونسبة كبيرة من الأملاح المعدنية من زنك وسيلينيوم وماغنيزيوم والحديد والمونكانيز السفرجل كما قلنا يرمم الجهاز الهضمي جيد الجهاز الهضمي وكل هذه الخضر تغذي البكتيريا الصديقة أن ينتبه الناس للخضر الخريفية فهي خضر قوية وأن يتوقف الناس عن استهلاك الخضر البادنجانية وهي البطاطس والطماطم والفلفل والبادنجان ونكتفي بهذا الخضر والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى